إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاني في الأيام اللي فاتت على الوطس ناس بتسأل على النجيرة فيها مشاكل والنجيلة صفرة وخفيفة من أهم الأشياء للنجيلة وجود الشمس وقت كافي من 7 ساعات لغاية 5 ساعات 4 ساعات ممكن يعني أفضل حاجة 7 ساعات لغاية 5 ساعات أو 4 ساعات كويس ولكن بلاحظ إن كتير من الناس إن الجنينة بتاعته أو الحديقة الشمس فيها ضعيفة بصوا الجنينة دي مزروعة والنجيلة هنا كده خضرة ولكن كل ما نقرب على المبنى هنكتشف إن الجيلة فيها مشاكل شوفوا بتبتدت قبة خفيفة هتبتدت قبة خفيفة 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 لغاية لما نيجي في مكان مش هنلاقي نجيلة بصوا وحتى الأخضر قوي ده دي حشائش هنقرب منها و هنشوف دي حشائش حشائش ضر اسمها قباء دي كده مش نجيلة ولكن دي حشائش يعني أهم عنصر للنجيلة الشمس والشمس يكون وقت كافي ولكن كتير مننا ما بياخدش باله من الحكاية دي وللأسف الناس اللي بتزرع لهم النجيلة كمان ما بينبهوهمش يعني المفروض أنا مهندس أو فني أو حتى عامل وواحد طلب مني إن أنا أزرع له المكان دنجيلة من الأمانة من الأمانة إن أنا أقول له هتنفع أو مش هتنفع لو المكان زي ما احنا شايفين كده ضل أقول له دي مش هتنفع وبعدين أبين له قال لي وصممه وازرع وكده أنا رأي ما ازرعش ليه؟ لأن دي في وشي يعني كل واحد فينا لما بيروح يصمم مكان هو كأنه بيسيب الكرت بتاعه في المكان يعني شغلي هو الكرت بتاعي فيتسأل شغلي مين ده؟ فلان فدي تعملك مشكلة في شغلك خاصة كمان لو أنت حتتابع صيانة وحيقول الناس يعني حيقولك طب أنت اللي عملها فأنا رأي ما اعملهاش طب صمم؟ أقول له خلي بعدك إن جلادي مش هتنفع وأنت اللي طلبت مني فديعنا مسئوليتك أنت وحط المسئولية عند صاحب المكان فتنبيه لازم ناخد بالنا من الحكاية دي لو عندك ضل كتير ما تزرعش في انجيلة اعمله بلاط أو اعمله انجيلة صناعي ولكن ما تخليش حد يضحك عليك في النهاية نتمنى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم وإن شاء الله تستنون الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا